المفاصيل يجب أن تأكل الغضرافي على مستوى الورق ثم تأكل الغضرافي على مستوى الركبة ، لكن خشونة الركبة في الأول إلى الفئات العملية ويقبضون منه بين الرجال والعباء بالنسبة لي أن تأكل الغضرافي يجب أن تستخدم الرجال أكثر من الناس أخير من أفضل الأمر هذا الرجال؟ لماذا؟ لأنه نغمى مستوى الإصابات على مستوى الغدروف سواء مواحاية السيئة والذي يتصابون بالرجال أكثر من النساء أما ما بين الأربعين والسبعين تلقوا أن النساء أكثر وما فوق السبعين تلقهم بحال 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 السيدات بحال الرجال بالنسبة للأعراض بالنسبة للأعراض بالتأكل الغدروفي أو الخشونة كيف ما نقوله بالنسبة للأعراض المهم هو الحراك على مستوى المفصل وفي الكثير من الناس يتصابون ميكانيكي يعني الكثير من الناس يقولون أن الحراك تزادني بسبب هذا الحراك لا نستطيع أن نكمل المسافة بسبب هذا الحراك كما قلنا الأرم كان لأن المدى كانت المسافة ومن بعد كان يزول المياه كل من يستطيع التشخيص التشخيص لأنها قبل أن نسافة على مستوى المفصل مثلا أن المعنية تصدق على مستوى المفصل ومن المعنية تصدق على مستوى المفصل ومن الممكن أن نقوم بزرع عن مستوى المفصل يسبب أن يكون أحياناً على المفصل على مستوى المفصل ومن ثم أعطي المرحلة الثانية على مستوى المفصل ومن ثم أعطي المشكلة للحياة لتجاه المشكلة والمحلة التي وصلت لها بالنسبة للراديو، كيف يجب أن تأكل مدام الغدوف؟ يعني أن الحيز المفصل سيدياق سيدياق، لذلك يسمى أمبنسمون كيف يجب أن تأكل مدام الغدوف؟ أو باللغة العربية الحدبات؟ حتى يوجد علامة من العلامات ومن ثم نعرف مرحلة بالنسبة للمراحل الأولى، نعطي بعض الأدوية، مسكينات، مضادات الالتهاب ونعطي بعض الأدوية بالطبال الفيزيائي أو الترويد المراحل الأولى لا يمكن أن يأخذ أدوية دائما لأنه لديه الكثير من التأثيرات لذلك نعطيه إما كنسمونه الفيسكو سيبليموتاسيون يعني نضيفه لزيت الغدوف والذي يفرزق يعني ينقص ذلك الزيت لماذا تخاف من الزيت الذي يزاد في الكبير دكتور؟ المسألة هي المغالطات صحيح لأنه ليس كما أقول لكم هذا الزيت فعلينا نتحدث بشياء فيزيولوجيا هذا الزيت يفرز الغدوفي يعني هو طبيعي ذلك الزيت الزيت يفرز الزيت يفرز يجب أن يسهل الحركة التي تحصلوا به هذا الزيت تقاس وخلايا الزيت لا تقاس يعني لا تقاس يعني هذا الزيت يفرز يعني منطقيا هذا لا يجب أن يكون مشكلة وأنا كنت أتحدى أي واحد يقول لي يا داوليه لاسيديا الإيرونيك لا داوليه لافيسكو سيبريمونتاسي في المفصل وزحف كيفما يقوله ولكن هذه العملية يجب أن نحترمه حويجات فاعلة نقوم بمعه في موصف 18 يعني 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 لتفادي التعفونات لأن كومي العملية ستدخل المفصل لتعففنات خارجية أو شيء خير صحيح أنه إعرفة ان يشتغله عنها و الفاعل لنها يعني أكدا أنه يدخل لأنه نفس المادة كيف يبقى الناس عملينه؟ وماذا يبقى المفصل يرجع كيف كان في الحركة والليونة؟ وبنسبة للمسألة كيف يبقى شاد في الركبة وفي أي مفصل حقناها نرمال من المطي وعيكمه على المستوى النظري نقوله نقول الناس عام لا يصفوا أنها عام بالنسبة للناس كاملين هناك الناس من بعد 6 عام يجدد المسألة وكيف يبقى الناس كثير من سنتين نعم هذا الزيت ما سيبقى؟ وكيف يبقى جسمه يتفاعل معه نظريا نقول الناس عام نقوله عام بالنسبة للمسألة هناك الهدف هذا الزيت الهدف الأولي هو نقسم الحركات الهدف الثاني هو عنده نقسم الآلم هذا هو الأهدف المسكو سيبقى نقسم الحركات المسكو سيبقى المسكو سيبقى أي هدف نقسم الحركات المسكو سيبقى مسترة في أنه يدف أي هدف الهدف يُترك لأنها تقوم بالضيئات في مدرب الكارتلاج بحالك تصلحهم أو ترممهم ولكن يجب أن يكون الإنسان تقدم الكثير من الاختروز المتأخرى ويجب أن يقول لها الـ PRP الـ PRP في الناس التي ينصحونها يقول لك أنها ستدار في المراحل الأولى المراحل الأولى هذا من جهة أخرى ويجب أن تتطور ويجب أن نحقنا بها ركبة الشخص الذين لديها المشكلة في مرحلة البداية للاختروز يقول لك أنه يحقنه من بعد 60 يوم في الـ PRP لأنه كانت أبحاث لتبتت أن أولادنا هذه العملية بحركة يمكن أن تقبط له 4 سنين وما فوق ولكن الـ PRP يجب أن نحترم المرحلة للاختروز في المراحل الأولى ويجب أن نحصل إلى المرحلة للاختروز في المرحلة للاختروز في هذه الساعة كانت غير العملية العملية التي نسميها الروم بلاستيك الروم بلاستيك يعني هذا المفصل الذي لا تقوم بالدعم وهو تأكل نعوده بشكل مفصل جديد وهذه العملية كما نقول دائما هذه العملية هي عملية توقع يعني نعرف كيف يبدأ وكيف يبدأ نحن الانسان فهنا كان يدعوذ 4 سنين 4 أيام في المسحة كان يدعوذ من بعد العملية يعني نهار الثاني ونهار الثالث يوقف ويتمشى يعني يخرج هدف الثاني وهو الحركية أنه يعود يتمشى يرجع الحياة واللي كانت تقبل معه أنه ما عندهو الحركة لذلك هاد البروتيز يدعوذ بزاف دي المغالطات العملية ما كانت تنجح صح لا العملية كانت تنجح وما يتطبيق على الحال قبل ما كانت تنجوه كيتقبل هالجسم هاد لغتخوز او هاد البروتيز طبيعة الحال كيتقبلها غير قلت لكم يعني خسين ديرها في المرحلة ديالها من وصل الوقت ديالها او هاد البروس كانت بزاف الناس يتخوفون يقولون انا كبرت في العمور لا يمكنش انقضي على هذه العملية هذه العملية أصلا مدى الناس لهم أكبر لذلك هذه العملية مدى الناس لهم أكبر السن وقبل من العملية كانت تكون واحد يشوفوا الطبيب ديال البنجل طبيب ديالتخدير يشوفوا يطلبوا التحاليل يطلبوا المسائد حتى يوجدوا لذلك حتى يوجدوا تكون العملية نعم كانت تضاين او لك تبقى معه مدى ديال 4 سنين كانت تغير او للا قبل ديال هاد البروس 10 سنين نعم الناس نعم نعم كيف ما نقولك على مستوى النظاري كيف ما بين 15 و 20 عام ولكن هاد الناس كيف ما تداود في أوروبا و في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للناس المغربة المساكلة كيف يفتح يبقى تكيس لا يجب أن نتمشى بها لا يجب أن نحافظ عليها لا يجب أن نفتح لكي نتمشى لكي نتمشى لكي نتمشى لكي نتمشى لكي نتمشى في المغرب نازل قلال مع الوقت إن شاء الله هذا المغرب حتى يتطور فيه الطيب والذي يعيشون كثيرا والذي نرى نبدل المفصل مفصل آخر لكي نرى لكي نتطور العمر وذلك 15 سنة أو 20 سنة لكن عملية أخرى ثانية يجب أن نتطور بخوتز ممتاز لذلك هذه البخوتز تكون مع العمر وكي نحتاج للناس الذين يكونوا عندهم حوادث أو غيرها بالنسبة للشباب هنا تكلمنا أن المرحلة الأولى تكون دوائية من بعد يكون مرحلة الزيت من بعد يكون مرحلة الزيت أو القبل منهم عادة الساعات تكون مرحلة لدية الجراحة ترجمة نانسي قنقر